اشتركوا في القناة ونادي السنطة لعبت غزل المحلة وانا عندي 16 سنة انضمت له منتخب مصر مع الكابتن علاء نبيل وخدت احسن مدافع في مصر دلوقتي بلعب في نادي شعيو المحلة نادي بلعب كسما ثالث وماشي معهم كويس جدا وكل ماتش الحمد لله باخد احسن لعب في ماتش انا خلصت عادي في نادي السنطة ثلاث مواسم بعد كده جالي عادي من جراند اوتيل نادي بيصرف عليه السياحة لما الصورة قامت المفروض للسمصاري بتاع مواديني هياخد تمامين الف جنيه لما جيت خلصت واختبرت وكل حاجة بقت تمام جيت بشوف العادي لعادي خمس سلاف جنيه فبالتالي فما ينفعشي ألعب خمس سلاف جنيه في السنة انا من صغري وانا بحلم ألعب ألبس فن للبيضة لانه وانا عندي 16 سنة جالي نادي الزمالك والنادي مرضاش لاني كنت انا اللي شاهل فرقة فنفسي ألعب نادي الزمالك أي مشاكل بقابلها في الاحتراف أو في أي نادي داخلي أو خارجي موظمه كله وكالاء أعمال السماصرة مثلا تعال يا نبيلا مع أودك نادي كويس تعال بس إيه المقابل الفلوس لازم يقول لك أنا عايز فلوس الأول كلها تجارة انت عايز تلعب مثلا في نادي بيقول لك انت بتاخد كم قول لي مثلا 10.000 جنيه فانت بتروح تقول له مثلا ايه أنا عايز ألعب عندك فهو بيكلم الراجل لو رئيس النادي ما بيذكرش المدرب قولك أنا هكلم رئيس النادي فبعد ما تكلم رئيس النادي فبيقول له ما اجتمام يقول له مثلا انت كنت بتاخد كم يقول له 10.000 جنيه بعد كده بقول له طب انت هتلعب معي السنة وهتاخد مثلا ايه 50.000 جنيه فانت ما كنتش بتاخد العشرة ايه على طول فلما تاخد انت خمسين بس بيجي عند العقد بيقولك امضيلي بيجي تشوف العقد بيتلاقي العقد مسلا 100.000 جنيه انت بتاخد خمسين والخمسين ده ما تشعارف هي فيه المدرب الرئيس النادي له ربنا اللي يعلم المفروض اللي احنا بناخد فلوس في الشهر وفي السنة دلوقتي رئيس النادي او اعضاء مجلس الادارة بيخافوا يطلعونا فلوس لان البلد مش مستقر النهاردة عشر في الشهر ولسه ما عبضناش اصلا فلوس مش عارفين ازا كان فيه فلوس ولا مفيش ولا الدورة هيتلاعب ولا يتوقف ولا الكاس هيتلاعب ولا يتلغى دلوقتي الواحد بيسع عشان يبقى حياة كويسة في الكورة نفسه يرجع تاني المنتخب مصر فريق الاول نفسه وصل مصر لكاس العالم